ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الاسبوعية لمجلس الوزراء ذلك لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح حسيسي أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان التي تعد خطوة مهمة وفارقة من خطوات ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان تطرق رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أيضا إلى فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي مؤكدا أن هذه خطوة مهمة للتواصل مع المؤسسات الدولية لتقييم المناح المختلفة كما أشار رئيس الوزراء إلى عقد نسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في ظل ظروف استثنائية تواجه العالم قراء أزمة كورونا لافتا إلى أن هذه الأزمة أظهرت أهمية التعاون متعدد الأطراف وحتمية تعزيز جود التعاون الدولي بين كافة الجهات ذات الصلة للتعافي من الجائحة